بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمه لسلسلة بيوت العلم والتي أسلط الضوء فيها على الأسر العلمية خلال المائتي سنة الأخيرة رحلتنا اليوم إلى بصر إلى حيث العلم والعلماء إلى خريج الأزهر إلى تلك الزوايا التي خرجت العديد من العلماء في العالم الإسلامي وكلامنا اليوم عن أسرة آل شاكر هذه الأسرة العلمية حسينية النسب شريفة الحسب والتي خرجت من جرجى وانتقلت إلى الإسكندرية ثم القاهرة ثم العديد من النواحي حتى خرجت لنا العلماء أسرة آل شاكر الذين عرفوا بالعلم هم ذرية الشيخ محمد أحمد شاكر الحسيني الشريف رحمه الله تعالى فما هو خبره؟ الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله تعالى نشأ في أكناف الجامع الأزهر وأخذ عن علماء بلده وقد عين في العديد من المناصب لرجاهة عقله وسعة علمه فعين أمينا للفتوى في الأزهر ثم في سنة 1905 عين رئيسا لعلماء الإسكندرية ثم نقل في سنة 1909 إلى السودان ليعين بمنصب قاضي القضاء وهو أول من تقلد هذا المنصب وقد أرسل قضاء في السودان بوضع الكثير من عنظمته وقوانينه ثم رجع إلى مصر واستقال من أعماله وتفرغ لأعماله الخاصة العلمية أكثر من غيرها وهو ممن قاد علماء الأزر في ثورة عرابي وصار له شأن وذكر رحمه الله تعالى يذكر عن شيخ أزهري رأى ملك مصر يكرم الأديب كفيف البصر طه حسين رحمه الله تعالى فلما جاء وقت صلاة الجمعة قام هذا الشيخ الأزهري فقال على منبر الجمعة إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أعمى فعبس في وجهه وأنت جاءك أعمى فابتسمت في وجهه وأكرمته فقام وكيل الأزهر الشيخ محمد شاكر رحمه الله بعد خطبة الجمعة فقال للناس أيها الناس قد كفر خطيبكم فأعيدوا صلاتكم فلما بلغت هذه المقالة ملك مصر عزل هذا الخطيب من منبر الجمعة يقول الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى ولقد رأيت هذا الخطيب في أحد جوامع مصر وهو يقف عند باب المسجد يرتب أهذية الناس فسبحان الذي نقله من منبر الجمعة إلى ترتيب أهذية الناس عند أحد جوامع القاهرة والشيخ محمد شاكر له أربعة من الأبناء أما أكبرهم فهو المحدث المشهور والعالم الجليل الشيخ أحمد شاكر وأما الثاني فهو الشيخ علي شاكر ممن تولى القضاء وقد كان أخوه الشيخ أحمد شاكر يصفه بالعلامة إلا أن الشيخ محمود شاكر كان يقول لم يكن علامة وإنما كان من المشتغلين بالعلم وأما الثالث فهو محمد محمد شاكر كان تاجرا إلا أنه كان يتقن حفظ القرآن وقد قال الشيخ محمود شاكر وقد كان يتقن حفظ القرآن أكثر من الشيخ أحمد شاكر وأما رابعهم فهو العالم الأديب واللغوي الشهير محقق التالي الشيخ محمود شاكر فهم أحمد وعلي ومحمد ومحمود رحم الله الجميع وأما الشيخ العلامة والحبر الفهامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فهو المحدث الجليل والشيخ النبيل ولد رحمه الله تعالى في سنة 1892 ونشأ في جامع الأزهر فأخذ عن والده وعن علماء بلده وأخذ عن بعض الشناقطة الذين جاوروا في القاهرة وقد تولى العديد من المناصب ومن هذه المناصب ما له عناية بالقضاء عني بالحديث فاشتغل على الكثير من الكتب تأليفا وتحقيقا حتى بلغت أعماله ما يقرأ من 34 كتابا بين تأليف وتحقيق والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هو خاتمة المحدثين في مصر عني بالحديث عناية كبيرة جدا وبتحقيق التراث فكان أول عمل أخرجه هو تحقيقه لكتاب الرسالة للإمام الشافع فقد وقع على نسخة خطية قديمة بخط الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافع رحمه الله تعالى كما أنه عني بإخراج المسند مسند الإمام أحمد رحمه الله فعمل فيه جهدا كبيرا جدا إلا أن المنية عاجلته ولم ينجز منه إلا الثلث ولم يستطع أحد أن يسير على وفق المنهج الذي وضعه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى ولعنايته بالعلم والسنة فقد ظهر هذا في كثير من الأقضية التي كان يقضي بها فكثيرا ما يقضي باجتهاده رحمه الله تعالى وله العديد من الكتب والمؤلفات والتحقيقات التي تدل على علو كعبه في الهديث رحمه الله وبعد حياة بالعلم والعمل توفي خاتمة المحدثين وبقية الأئمة المجتهدين في مصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في سنة 1958 وقد خلف فراغا كبيرا في خدمة السنة في مصر لم يسد إلى يومنا هذا رزق عقل الشافعي وعبقرية الخليل ورسان ابن حزم وجلد ابن تيمية هكذا وصف الأديب الدكتور محمود الطناحي شيخه العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى محمود شاكر الذي كان بيته عبارة عن مكتبة يوجد الكتاب في كل زاوية من زواياه حتى إن الناس كانوا يقولون إن الناس كانوا يمتلكون مكتبات في بيوتهم إلا أن الشيخ محمود شاكر كان يمتلك بيتا في مكتبته ولد الشيخ العلامة محمود محمود شاكر رحمه الله تعالى في سنة 1909 ونشأ في أسرة صالحة فأبوه هو وكيل الأزهر الشيخ محمود شاكر وممن كانت له مساهمات علمية ووطنية وأخوه هو الشيخ المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى والذي كان يكبر الشيخ محمود شاكر بما يقرب من عشرين سنة فنشأ في كنف هذه الأسرة وتلقى علومه كان يجد صعوبة في أول حياته في تعلم العربية إلا أنه حارب هذه الصعوبة بقراءته ديوان المتنبي وهو في المرحلة الابتدائية بل إنه في المرحلة الثانوية قرأ لسان العرب من أعظم المعاجم الموسوعية في اللغة العربية ومفرداتها وهذا يدل على قوة عربية رحمه الله